ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المسائل الرئيس ارتقى باش يكون اللجنة لجينة صغيرة وهذا قرار جريء من طرفه ونتمنى بان هاد اللجنة هادي وهاد القرارات هادي يخرجوه لحيز تطبيق باش نقدو نوصلو لذلك الاحترافية اللي احنا بغينا ان شاء الله هو سؤال ديرك في شققين شق ريادي وشق تيريا الشق ريادي اللي قلت ولي قلت لإخوان كاملين بان اتيحات فتح ريادي مر من واحد المرحلة اللي هي عاوسة العام الاخر كان عنا واحد الموسم اللي هي طويل طويل بزاف كانوا عنا بزاف ديال المنافسات وبهاد المنافسات هادي وصلنا لواحد الحد في الفرقة وتسير الفرقة من على الطريقة من انتمنوا بان كأس العربي اللي انا شفنا هاد المشاكيل اللي عنا درسناها درسناها مع المدرب والآن كينا فرقة اللي هي وصلات لربوع النهاية باش نقولوا كله صريحين يفرقة جديدة لي وصلت ربوع النهاية ديال كأس الكاف تنتمنوا الآن را خايدين بواحد مباراة ضد الزماليك لانشيش يوم توضطر بغطواصة ولكن نتمنوا بان كأس العرب البطولة العربية وكأس الكاف ونبدأوا ان شاء الله واحد صفحة جديدة مع البطولة الوطنية العام الجاي ونبقوا لما تنقوش بان كل عام خسن ربحوا البطولة ولكن نبقوا في الواجهة هذا هو المهم بقوا في الواجهة ونبقوا كيف تنقلوا واحد لغي فرانس بالنسبة سبورتيفما بالنسبة للفروق الوطنية ما اسم الشيخ السياري؟ لا الشيخ السياري تتطلب منا باننا نتبعوه الشيخ الريادي ولكن بواحد الفلسفة اللي هي نعطيوه المدرب الصلاحية بلا ما نعطيوه كل شي باش نكونوا واضحين ممكننش نعطيوه كل شي لمدرب وعننا واحد الشيخ السياري تمشي في واحد الجهال لان الموارد ديانا المالية ما تكونش كاملة في الفرق الأول فالموارد المالية خسا تكون في تكوين خسا تكون في تكوين شباب وفتحة فتحة الرياضي مثلا هذا العماده عنا جوج فروق ديال اوديستات و اوديزنب للدول بطولة الوطنية وفرقة اللي كانت في الفينار وفرقة اللي كانت في الدومي فينار إذن هذه المسائل هذه تتبين بأن الشيخ السياري تمشي بشوية بشوية تيوصل الشيخ ما تنظنش لاننا إلا مشينا بكل صراحة ما تنظنش حنا احنا اللي قلنا قبلنا ندخل الجامعة بإننا خسلي غنوصول الشركات خسل نوادي كمنا مشو الشركات إلا مشينا كامل الشركات تكون منظومة وحدة شنية هذا المنظومة هذه منظومة محاسباتي وحدة منظومة ديال تسير تكونوا واحدة إذن هنكونوا كاملين سواسية هاتش اللي تنظن موسيقى